تتصدر المشهد مؤخراً عمليات وجان محصول الزيتون ويتصدر معها قرار فتح أبواب تصدير الزيت وسائل التواصل الاجتماعي مثيراً التساؤل المعتاد حول حقيقة تسبب التصدير بارتفاع أسعار السلع قناة سما أفردت ملفاً حول هذا الموضوع وبدأت حصاد الإجابات من الاتحاد العام للفلاحين 100 مليون شجرة زيتون تجنى ثمارها اليوم على مساحة سوريا في مساحة تقارب 650 ألف هكتار وبإنتاج يقدر ب750 ألف طن يشمل المناطق الأمنة وغير الأمنة ومع تراوح تقديرات إنتاج زيت الزيتون بين 90 ل 92 ألف طن صدر قرار السماح بتصديره ونال حيزاً من النقاش بين موافق ورافض للفكرة قيل أنها سبب بارتفاع سعر الزيت فكيف يرى المختصون ذلك؟ توقع 55 ألف طن من الزيت يعني الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 42 ألف طن هذه بحسابات التوقعاتنا وحسابات مديرية وزارة الزراعة فالفائض نبحث عن أسواق التصدير الخارجية أحنا أثناء الأزمة غابت زيت الزيتون عن موقعه الطبيعي عالمياً زيت الزيتون السوري إلا أنه بالثلث سنوات الماضية أحنا رأى سوريا رجعت تقريباً إلى مكانها الآن نحن نحتل المرتبة الثامنة وكنا قبل الأزمة في المرتبة الرابعة على مستوى العالم كلفة الكيلوغرام من الزيت كبيرة جداً جداً فمردوده الآن إحنا مع الغلاء مردوده قليل على فلاحنا لكن خلينا نتكلم حقيقة أنه الزيت على مستوى العالم غالي جداً يعني على الدول العربية زيتنا يعبر الحدود وفي السعودية يتجاوز المليونين وأربعمائة إلى مليونين وستمئة ليرة العبوة يرى اتحاد الفلاحين وفقاً لمدير مكتب التسويق التكلفة الكبيرة التي يتحملها المزارع إلى حين جني محصول الزيتون وفي هذا المثال تدور حلقة كاملة عن تصدير السلع وبالتالي فإن المشكلة تكمن في القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن السوري الذي لا يستطيع الشراء بهذا السعر بناء على راتبه وزيت لا ما ممكن ليسعر ما دون المليون احنا مع عبور الحدود وأخذ مكاننا عالمياً إلا أنه الحقيقة هذا الأمر القدرة الشرائية عند المواطن السوري ضعيفة فيحس أنه الزيت غالي أنا عندي مقترح بسيط جداً يعني الزيت بدل ما يحرم منه كل السوريين خليه تتحمل الجهات الداعمة للمواد المقننة أنه تشتري زيت زيتون محلي من البلد وتبيعه على البطاقة الذكية خمس لترات ولا عشر لترات التصدير شر لابد منه لدعم الفلاح هكذا وصف الخلف العقدة التي تثار في كل عام مع صدور قرار بتصدير إحدى السلع الزراعية وبناء عليه فالحكومة مطالبة بإعادة النظر بجدول الرواتب والأجور لإعادة صياغتها بما يتناسب مع الواقع